السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح كيف تحط وقت محدد لاستخدام كل تطبيق بحيث ان لو انتهى الوقت رح يتم اغلاق التطبيق وما تقدر تستخدمه مرة ثانية فلا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريق يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوونها تروحون على الضبط او العددات عندكم بالهاتف فرح تفتح معاكم هذه الواجهة من هنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون عندكم الحالة الرقمية وعناصر التحكم الابوية تضغطون عليها فهنا يا شباب هذه الواجهة تنزلون شوي تحت رح تحصلون عندكم خيار مؤقتات التطبيق تضغطون عليها وبعدين من هنا تختارون التطبيق اللي حابين تحطوه لوقت معين للاستخدام ان افترض مثلا فيسبوك تقدرون تختارون اكثر من تطبيق بنفس الوقت لكن هنا في هذا الشرح رح اختار الفيسبوك بعد كي تضغطون ضبط المؤقت فهنا تحددون وقت استخدام للتطبيق ان افترض مثلا ساعة واحدة هذه الطريقة وهنا أيضا تحددون دقائق نفترض مثلا ساعة أو سبع دقائق تضغطون تم فالآن يقول لكم أنه متبقي ساعة أو سبع دقائق فلو استخدمتوا الآن الفيسبوك لمدة ساعة أو سبع دقائق رح يتم إغلاقه فكذا يا شباب بعدما تستخدمون البرنامج للوقت المحدد اللي سجلتوا رح يظهر معاكم بهذا الطريقة لو ضغطوا عليه ما رح يفتح معاكم وراح يقول لكم أنه نفذ الوقت إذا حابينكم ترجعون تستخدمونا تضغطون تغيير المؤقت وبعد كذا تعدلون الوقت من جديد فالآن يا شباب لو حابين تلغون مثلا هذه الإعدادات تضغطون مرة ثانية على الفيسبوك وبعد كذا تضغطون ضبط المؤقت تروحون هنا تحطون صفر وهنا أيضا صفر تضغطون تم فكذا يا شباب الغينا ضبط المؤقت تقدرون تستخدمون الفيسبوك لأي مدة حابينها فهذه كان الطريقة يا شباب بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة